إذن مباشرة من بغداد مراسل الحدث سامر الكوبيس ينضم إلينا أهلا ومرحبا بك سامر إذن العراقيون ينتخبون في هذه الانتخابات مجالس المحافظات لأول مرة منذ عقد منذ قرابة عشر سنوات كيف تبدو توجهات المواطن العراقي من ناحية الإقبال أو المقاطعة؟ فعلا أحمد هذه الانتخابات لم تجرى في العراق منذ عشر سنوات ولأسباب متعددة تارة فيما يخص الإرهاب وتارة إلغاء مجالس المحافظات ومن ثم عودتها إلى الحياة السياسية مجددا حتى الساعة ما تزال نسب التصويت ترتفع شيئا فشيئا بحسب مفوضية الانتخابات وصلت النسبة إلى 38% من عدد المصوتين كما أكدت أيضا المفوضية أن الساعة السادسة سيتم فيها إغلاق جميع مراكز الاقتراع وكذلك إغلاق الصناديق ولا يوجد تمديد لعملية التصويت التصويت اليوم هو خاص تحديدا بقوات الأمن العراقية بالإضافة إلى النازحين حقيقة لم يعطينا أحد إجابة حول من انتخب أو صوت المنتسب الأمني ذهب إلى من من الكتل السياسية لكن على ما يبدو أن الإقبال حتى الساعة هو إقبال جيد نسبيا وصلنا إلى 38% من العدد المسموح لهم في التصويت أيضا هذا المركز الذي أقف خلفه منذ ساعة الصباح الأولى حتى الآن ما زال قوات الأمن تأتي شيئا فشيئا ربما عند الساعة السادسة ستزيد هذه النسبة أو على الأقل تزيد عن النصف سامر ممكن للجمهور العربي لو نتعرف على الخارطة السياسية كيف هي الخارطة الأحزاب الإطار التنسيقي الكتل السنية وما إلى ذلك وغيرهم هل ممكن أن نوجز ذلك لو سمحت أحمد باختصار هناك مجموعة من الكتل السياسية هي ذاتها الكتل الكبيرة الكتل التقليدية إن كان على مستوى البيت السني والبيت الشيعي وكذلك البيت الكردي محدود طبعا في محافظة نينو وفي محافظة إديالا وكذلك في محافظة كاركوك هناك أيضا أحزاب مدنية انضمت تاليا إلى هذه الكتل السياسية الكبيرة هناك أيضا شخصيات عشائرية شاركت في هذه الانتخابات يضاف لها بعض الشخصيات المستقلة الجميع هنا يتنافس لكسب مقعد في مجلس المحافظة مجلس المحافظة سيكون مراقبا على أداء المحافظ وبالتالي سيكون هناك أيضا تدخلات سياسية تارة في اختيار المحافظ ورئيس مجلس المحافظة سيكون هناك أيضا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة